زكائي أكساكالي أو صاحب الليحة البيضاء جات له تعليمات من أردوغان أن يتخلص من سميح تارزي الجنرال سميح تارزي كان نائب زكائي أكساكالي لواء مساعد لواء بس اللواء التاني كان قائد الحراسات الخاصة بتاع أردوغان أردوغان قال له تخلص من سميح يا زكائي ليه؟ لأن سميح بات على علم بكل الصفقات التي تمت بين أردوغان وابنه بلال من ناحية وبين داعش من ناحية خاصة فيما يتعلق بالبترول وتجارة البترول والتجنيد المرتزقة من كل الدول العربية عن طريق غازي عن تاب ودخولهم إلى أراضي السورية كل التفاصيل كان عارفها سميح تارزي الجنرال سميح تارزي كان يعلم ويعرف على تفاصيل خطيرة فيما يخص علاقة داعش بالنظام التركي وأيضا سميح رفض واعترض على معركة درع الفراط وقال إن إحنا هنتفضح لو دخلنا هذه المعركة وهنظر أمام العالم إننا ضد حقوق الإنسان وضد حقوق الأكراد ورفض تماما واعترض أبدأ اعتراضه في المجلس العسكري الخاص بدراسة الحرب على شمال سوريا فاتخذ أردغان وخلوصي أكار قرار بالتخلص وتصفية سميح تارزي التعليمات صدرت لمين؟ لزكائي أكساكالي اللي هو صاحب الليحة البيضاء ليلة الانقلاب المزعوم اللي تكلم عليه أردغان اتصل زكائي أكساكالي بساميح تارزي في بيته من اسطنبول قال له تيجي بسرعة إلى أنقرة وصل إلى أنقرة وتم تصفيته مرات سميح تارزي ناظيرة تارزي قالت اللي اتصل بزوجي مديره رئيسه في العمل اللي هو الجنرال زكايا أكساكالي وبعدها تم تصفيته النظام التركي قال ده تم تصفيته عن طريق الانقلابيين لكن ثبت أنه تم تصفيته عن طريق تعليمات مباشرة من أردغان وخلوص أكار لزكائي فتم تصفيت ساميح تارزي والتخلص منه ومع أسراره ماتت معه للأبد خرجت مراته ناظيرة تارزي بفضيحة مدوية أن زوجها تم تصفيته فتم الحكم عليها بـ 18 سنة سجن بتهمة إهانة القضاء وأهانة رئيس الجمهورية هي دي الديمقراطية بتاعة الخلافة العثمانية